حضى رئيسه الأمريكي جو بايدن الاثنين النظام الكوبي على لصغاء إلى شعبه وما وصفه بندائه المدوي من أجل الحرية في بيان أصدره البيت الأبيض غدات تظاهرات غير مسبوقة ضد نظام في كوبا عزاه الرئيس الكوبي إلى العقوبات الأمريكية وحملات تحريضية على مواقع التواصل الاجتماعية نعم رئيس الأمريكي جو بايدن عبر في بيان له عن وقوفه إلى جانب الشعب الكوبي وما سماه بندائه المدوي من أجل الحرية للتخلص من براث الجائحة ومن عقود من القمع والمعاناة الاقتصادية بسبب النظام الاستبدادي وجاء البيان الأمريكي بعيد اتهام الرئيس الكوبي ميغيل تياس كانيل واشنطن باتباع سياسة خنق اقتصادي بهدف إثارة اضطرابات اجتماعية في الجزيرة وتغيير النظام فيها وفي كلمة بست تلفزيونيا وإذاعيا شدد دياس كانيل أن حكومته تحاول التصدي للصعوبات والانتصار عليها في مواجهة العقوبات الأمريكية التي تم تشديدها في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ودفعت الأزمة والاقتصادية التي فاقمت النقص الحد في المواد الغذائية والأدوية التي دفعت الحكومة إلى تقنين التغذية بالتيار الكهربائي لساعات عدة يوميا الألاف من الكوبيين دعتهم تلك الإجراءات إلى التظاهر يوم الأحد في الشوارع ليس في مدينة واحدة وإنما في عدد من المدن المختلفة بالإضافة للقرى وقاموا بإطلاق هتفات على غرار نحن جائعون وحرية وتسقط الدكتاتورية طبعا تعتبر هذه التظاهرات غير مسبوقة في كوبا حيث التجمعات الوحيدة المسموح بها هي تلك التي يقيمها عادة الحزب الشيوعي الحاكم إذن نشاهد هذه الصور للتظاهرات التي ملأت الشوارع ألاف الكوبيين نزلوا إلى الشوارع من أجل التظاهر يوم الأحد في المدن والقرى الجدير بالذكر أيضا ساندي بأن التظاهرات بشكل عام هي ممنوعة في كوبا وغير مصرح بها إلا من طلب الحزب الشيوعي ولكن الظروف الاقتصادي ربما التدهور المادي التي انعكست آثاره على ظروف المعيشية التغذية والأدوية أدت إلى غضب عارم في الشوارع وكذلك الخنق الاقتصادي الذي تحدثنا عنه الذي عانت منه كوبا لأكثر من ثلاثة عقد للمزيد أكثر ينضم إلينا سيد مهدي العفيفي عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي والمحلل السياسي أهلا ومرحبا بك معنا في هذا الصباح نتحدث عن زيارة تمت منذ خمس سنوات من قبل الرئيس الديمقراطي باراك أوباما وكانت تعتبر الزيارة الأولى لرئيس أمريكي منذ ثمانية وثمانين عاما إلى كوبا اليوم ومع كل هذه التغيرات برأيك هل تسعى إدارة بايدن إلى تغيير سياسة الانفتاح التي كان قد دشنها الرئيس أوباما وقام بالغاية ترامب تعالى إليكم وإلى أهل دبي الأعزاء في الحقيقة الرئيس بايدن يحاول إعادة سياسات الرئيس أوباما لكن لغاية من عرفة تاريخ هذا الولايات المتحدة الأمريكية لديها محلية تحقيقية قوية جدا في ولاية بيوجردي وولاية شوردة بالذات في مديمة نيامي ومنهم السناتر مثل سناتر مانندس ومنهم أعضاء القندرس ومنهم الفاعلين السنوين في الولايات المتحدة الأمريكية هم الوحيدون الذين يحصلون على الإقامة في الولايات المتحدة الأمريكية بمجرد الوصول إلى أرض الولايات المتحدة الإدارة الأمريكية الجديدة تحاول إعادة العلاقات الطبيعية التي كانت قد بدأت في التكون أثناء أبنان الرئيس أوباما ولكن ما حدث في خطرة ترامب كان بضغط الكوبيين أنفسهم من سلوردة والتي كانت عاملا متعدا لحوى جراعية الأمريكية أعتقد أن الإدارة الأمريكية ستستمر في محاولتها لدعم الكوبيين لأن هناك تصور داخل السنوين الأمريكي أن النظام السنوين والذي لاحقا أنه متابع إلى روسيا يؤثر ليس فقط على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى دول أمريكية الجنوبية ولكن على الشعب الكوبيين في التكون نعم سيد مهدي اليوم الرئيس الكوبي ميجان دياس كانل يتهم واشنطن باتباع سياسة خنق اقتصادي ربما لإثارة اضطرابات اجتماعية يعني سيد مهدي ألا ترى ما يقوله الرئيس الكوبي ينبني اليوم على حجج صحيحة إذا ما نظرنا إلى الوضع الاقتصادي الكوبي وخصوصا مع تشديد العقوبات الأمريكية عليها كيف تقرأ ذلك؟ نحن لا يمكن القول بأن هناك علاقات فطيضة بين كوبا والولايات المتحدة الأمريكية هناك ضغوط من الولايات المتحدة الأمريكية وكما ذكرت تأتي من خلال الكوبيين أو الأمريكيين من أصول كوبية على الضغط على النظام الكوبي كوبا تتبع نظام شيوعي إلى الآن يضغط على الشعب مع وجود ثروات كبيرة في كوبا سواء كانت ثروات طبيعية أو غيرها ترى الولايات المتحدة الأمريكية أن هناك فساد كبير داخل المنظومة الكوبية وأن هناك متطلبات للشعب الكوبي نفسه وهناك هروب من الكوبيين إلى الولايات المتحدة الأمريكية فلذلك أعتقد أن الإدارة الأمريكية بناء على هذا ستستمر في الضغط على النظام الكوبي لتغيير سلوكه في الداخل ومن ثم في الخارج أيضا لأن كوبا تدعم بعض التحركات الشيوعية في أمريكا الجنوبية ضد الولايات المتحدة الأمريكية التظاهر بالنسبة للسكان الكوبيين للمواطنين الكوبيين هو ممنوع بحسب قانون الدولة إلا لأعضاء الحزب الشيوعي لكن اليوم نشاهد احتجاجات كبيرة ليس من مدينة أو اثنتين هناك عشرات المدن بالإضافة للقرى خرجوا إلى الشوارع كيف برأيك تنعكي الصورة هذا التمرد إن صح التعبير على القوانين والإصغار للخروج إلى الشارع وأسمع الكلمة أعتقد أن الكوبيين سائموا من كثر الضغوط التي يعانوا منها الكوبا دولة يعني لها ثروات كثيرة ولكن الشعب الكوبي والمواطن الكوبي يعاني معاناة كبيرة سواء في الخدمات أو في مسائل التعليم أو الصحة فلذلك أعتقد أن هذه ردة الفعل مع وجود هذه القوانين التي تمنع التعبير عن الرأي يعني أن سائم الشعب إلى مرحلة أنه على استعداد أن يضحي بنفسه في سبيل أن يسمع صوته هذه ليست المرة الأولى التي يحدث هناك مظاهرات في كوبا ولكن لم تكن أبداً على هذا الحجم الكبير أو بهذا المستوى في العصر الحالي ما يحدث الآن يدل على أن وصلت الأمور إلى مرحلة لا يمكن السكوت عليها ولذلك رأينا التدفل القوي من الولايات المتحدة الأمريكية سواء كان كلمة الرئيس بايدن أو خطاب الرئيس بايدن أو الخارجية الأمريكية أو حتى الفنتاجون كان يعني بهذه المسألة سيد مهدي تأثير هذه الحركات الاحتجاجية من قبل الكوبيين اليوم برأيك كيف سيكون تأثيرها وهي الممنوعة أصلاً على مطبخ القرارات السياسية الكوبية أعتقد أن الضغط الكوبي من الشعب على الحكومة الكوبية قد يؤدي إلى شيء من أثنين أما أن يكون هناك قمع كما حدث من قبل أو أن يكون هناك تعاون أو محاولة لإسكات تلك الأصوات أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول دعم التحرك الشعبي الكوبي كي يكون هناك تغيير في الوقت القريب لأننا كما نعلم على مدار عقود طويلة استمرت النظام الكوبي على الضغط في الشعب حتى وصل إلى مرحلة لا يمكن السكوت عليه السيد مهدي العفيفي عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي والمحلل السياسي شكراً جزيلاً لك